أعلن نادي الإسماعيلي تمديد تعاقد عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس مواسم والإسماعيلي نشر بيانا عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماع تويتر يعلن من خلاله تمديد تعاقد الساعي لاعب وسط الدرويش ومنتخب مصر للشباب وتواجد عمر الساعي في قائمة منتخب مصر للشباب الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تنطلق اليوم الأحد بمواجهة الفرعنة الصغار وموزنبيق واستكمالا لاستراتيجية البناء التي أنتهجها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوكر الحديدي للحفاظ على لاعب الفريق الواعدين الذين يمثلون المخزون الاستراتيجي للنادي تم تمديد تعاقد عمر الساعي لاعب وسط الفريق ومنتخب الشباب بعقد طويل الأمد بناء على ترشيح من مدير الفني أحمد حسام ميدو ويحرص مجلس الإدارة على تمديد تعاقد اللاعبين الواعدين بالفريق لضمان استمرارهم والاعتماد على جهودهم بشكل أكبر خلال الفترة الجارية حيث وقع اللاعب عقده الجديد بحضور إبراهيم ناصر مدير التعاقدات ونجح الساعي في نيل سقة ميدو في ظل شخصياته القيادية التي لا تخشى الضغوط حيث بات ضمن العناصر التي تشارك مع الفريق بصفة أساسية في المباراة الأخيرة إلى جانب تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة محمود جابر ويتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادي ولمتمثلة في تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين وهما يسهم في العودة الدرويش كمنافس وحصد للألقاب وعودته لمكاناته المعروفة بين الكبار